أعقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشة الموضوعات ومشروعات القوانين وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 وتضمن قانون ربط الموازنة تضمن إجمالي الاستخدامات في السنة المالية 2022-2023 لنحو سلاسة تريليون وستة وستين مليار وثلاثة مائة وأربعة عشر مليون جنيها موسيقى بالرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من القرارات والقوانين والنظر في الملفات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بمصادقة مجلس النواب على عدد من مضابط الجلسات العامة السابقة بعدما قامت الأمانة العامة بنشر مضابط الجلسات من السادسة والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين إلكترونيا وخلال الجلسة العامة أحال رئيس المجلس قرارا جمهوريا بشأن اتفاقية مبرمة بين مصر والسعودية وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وأعداد تقارير بشأنها المجلس وافق بشكل نهائي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وأيضا الموافقة على جميع قوانين ربط الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية ووافق بشكل نهائي على مشاريع الموازنة العامة والتأشيرات المصاحبة لها الجلسة شهدت موافقة المجلس نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيام الجلسة شهدت موافقة المجلس على القرار الجمهوري على اتفاقية تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضاري ووافق المجلس على القرار الجمهوري بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة في دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر والمسح الديمغرافي والصحي في مصر وأيضا وافق على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرد تعويضي بين الحكومة وصندوق النقد العربي للمساهمة في تجاوز دعايات جائحة كورونا الأعباء اللي هنضاف على الدولة المصرية من ذلك هتبقى عاملة ازاي؟ حتى ولو كنا بنقول أن التغيير من نظام إلى نظام سوف يحمل الدولة بعض الأعباء لكن من المهم أن نطمئن أن ذلك لن يطبق بأثر رجعي وأن ذلك لن ينعكس بشكل أكثر سلبية على مسألة التعاون ما بين الدولة المصرية والبنك الدولي كما وافق المجلس على القرار الجمهوري بشأن الموافقة على اتفاق قرد بين مصر وفرنسا للمساهمة في توريد خمسة وخمسين قطارا وتجديد معدات ومستودعات للخط الأول من متر القاهرة الخط الأول منشأ في بداية تمانيات سيادة الرئيس والحقيقة أصبحت قطاراته وعربياته الحقيقة يعني فيها في جزء منها من غير تكييف يعني بقى الحقيقة محتاجة للصيانة دائمة ويمكن كان ضروري أوي أن نحسن مستوى الخدمة اللي بتقدم في خط المترو والأنفاء عشان نقدر يبقى فيه انتظام في حركة السير وتتابع على هذا الخط وهكذا يواصل مجلس النواب منعقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم في المقام الأول المواطنين فضلا عن تشريع قوانين تسهل عمل الحكومة في أداء مهامها اشتركوا في القناة